الملف الثاني وهي مباراة الأمس ماتش مبارح على فكرة كلام كولر في المؤتمر الصحفي هنعمل أقصى ما لدينا للتأهل للمباراة النهاية مفيش أي مبررات مفيش أي أعزار الكلام ده على فكرة كان ليه تأثير إيجابي جدا على الفريق في مباراة سيراميكا كيليوباترا ماتش كان صعب جدا ماتش كان فيه مواقف كتيرة ولكن هدف إمام عشور في الـ D94 مش هتكلم بقى على الناحية الفنية ولا هتكلم على تفاصيل كتيرة متعلقة بهدف إمام عشور ولكن إمام عشور مبارح جاب هدف في توقيت مثالي ومميز جدا بعد مشاركة تاريخية مع النادي الأهلي في كأس العالم للآن دي أبرز التعليقات اللي جاي وإحنا بنتفرج على فرحة إمام عشور بالهدف وإنت بتتكلم كمان في بلاس تسعين يعني إمام عشور خد جينات القلعة الحمراء غد جينات النادي الأهلي بلاس تسعين بعد ديها تسعين هدف إمام عشور وفرحته وفرحة الطيارة اللي بيعملها اللي كان بيعملها الكابتن وليد صلاح الدين واللي كان بيعملها الكابتن محمد أبو تريكا جينات الأهلوية موجودة في إمام عشور وحتى التعليقات مبارح جمهور الأهلي مبارح على السوشيال ميديا قال لك إيه قلبي عندك ياللي إمام مش عندك قلبي عندك ياللي إمام مش عندك ابعتها له يمكن ياخد باله هدف رائع جدا وفرحة إمام بالهدف مبارح كانت فرحة لا توصف عارفين فرحة اللحظات الأخيرة هو ده الهدف اللي أحرزه إمام عشور ولو تتكلم على الهدف إزاي إمام عشور ينطلق من على الطرف ويراوغ لاعب واتنين ويعمل كرة بالعرض وطبعا التوفيق مهم جدا بس التوفيق مش هيجي لك إلا لما أنت تكون بتكتهد وهو الحظ ما بيجيش إلا للمكتهد الناس كتير تقول لك الحظ مع الأهلي أيوة بس الأهلي بيكتهد اكتهد ويمكن ينولك يعني جانب من الحظ لكن ما بتكتهدش مش هيتتوفق أو مش هيجي لك حظ العالم بارح عام المبارح بيراء دفاعيا وهجوميا تغييرات كولر والطريقة اللي لعب بيها كولر والمجموعة اللي خرجت من قيمة المباراة شيء إجباري جدا على أي مدير فني لأن فكرة أنك تلعب مباراة بعد 48 ساعة من مشاركة تاريخية في كاس العالم فكرة صعبة جدا ناحية بدنية استعداد زهني اللياقة البدنية حجم المخزون البدن اللي عندك هينفعك وتقدر تلعب مباراة 90 دقيقة صعبة أمام فريق بقى له أسبوع موجود في بوظابيو بيستعد لهذا اللقاء اللي قدر يتخطى كل ده إمباراة عشان تقدر تجهز للمباراة اضطر مرسل كولر إنه ما يبدأش بحسن الشحات وكهرباء واضطر إنه ما يلعبش كهرباء في التسعين دقيقة عشان المباراة النهائية واضطر إنه يطلع مراونا عطية من قيمة المباراة اضطرارات كتيرة جدا يعني لجأ ليها كولر إمباراة عشان يتخطى هذا اللقاء بهذه الظروف اللي وجهت الفريق ترجمة نانسي قنقر